بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم عزيزي المشاهدين في حلقة جديدة من قناة المهندس حيث بنبيدي النهاردة هنتكلم في حلقة الاستلام التشتباط عن استلام كورنيشي السقف انت مثلا بتركب كورنيشا سواء طبعا جيبس سواء فيوتك سواء جي أرسي أيا كان نوع الكورنيشا فيه كذا نقطة كده لازم تاخد بالك منها وانت بتستلم كورنيشي السقف لازم تتأكد الفرم اللي انت أو الشكل اللي انت اخترته أو المستخدم مطابق للرسومات مثلا الموجودة في المخطط اللي لو هو جاب لك عينة وانت اعتمدت العينة مش شرط تكون موجودة في المخطط انا والله اخترت الشكل ده عجبني لازم تتأكد عشان ما يجيش يجيب لك شكل تاني طبعا تتأكد برضو من طريقة التصنيع بتاعته سواء فيوتك اللي هو الفوم سواء الجبس في شعر ولا ما فيهوش او الجاهز الخشب ايا يكن فلازم تتأكد من نسبة المواد الموجودة واللي انت اعتمدتها او شفتها تبقى العينة بتاعتك لازم تتأكد من سمك الكورنيشة عشان ما تكونش خفيفة وتتكسر وتشرخ معك مع الوقت فلازم تتأكد من سمكها وتتأكد لها ما تتركب على الحيطة وعلى السقف هيكون بروزها عمل ازاي جاية بزاوية في بروز كأبعاد كمأسات هتكون عاملة زاي ولازم تشوفها بنفسك وتتركب يعني ما تجيش تعتمد الكورنيشة على الارض لا قوله ركب لي عينة وتشوف ارتفاعها من الشرب بتاعك هيبقى كام عشان برضو لو انت هتيجي تركب بروزها هتيجي تحط مثلا في حتة تلفزيون هتيجي تعمل ديكور خشب لازم تتأكد برضو شربها البعضها قد ايه من الشرب لازم تتأكد من طريقة التثبيت بتاعتها لقدر الله تقع على حد سواء جبس او فيوتك وما الى ذلك هل هتتثبت بالجبس هل هتتثبت بمصامير هل هتتثبت بلاصق معين ونوعه ايه وجاي منين واعتماداته ايه فما تخليش الصناعي يقول لك الله انا بثبتها لك لازم تعرف انت هتثبت بايه يعني مش مجرد تثبيت وبس وانت فرحت اللي هو ركبها لك لا حتى التثبيت لازم تكون عارفه طبعا الاماكن الالتقاء او الزوايا او الاركان لازم تكون بزاوية 45 وتتأكد برضو اللي هو مثلا لو هيستخدم فيوتك في معجون خاص بداري الخط الواصل ما بين الزاوية دي عشان تحس ليه كلها حتة واحدة ولو جبس برضو بالجبس عن طريق الجبس تبدأ تداري الخط ده طبعا لازم تتأكد اللي ما فيش اي تشوهات او تموجات يعني لازم تحط اده تمام او لو هي بينة معاك في جدار تقدر تشوفها من اول الجدار لنهايته وتتأكد لنفيش اي تموجات موجودة في الكورنيشة دي عشان ما يبقاش هكلاها وحش بعد كده ولو فيها مشكلة بتخليه شيلها ويركب غيرها فدي بعض النقاط اللي انت ممكن تستلم بيها الكورنيشة او من بداية تركبها لحد استلمها من المقاول فالحلقة كانت بسيطة وسهلة اتمنى دعمكم بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان نسيلكم كل حلقاتنا بإذن الرحمن وكان معاكم مهندس هايسة بنبيل ويومكم سعيد اشتركوا في القناة